محاولات لا تهدأ لتشويه ثورة تشرين بهدف إخمادها تنفذها مجاميع تابعة لأعزاب السلطة الفاسدة في العراق فبعد أحداث البصرة وما رافقها من محاولات لاختراق صفوف المتظاهرين من قبل مندسي الأحزاب كشفت مصادر من داخل التظاهرات عن خطة وضعتها قوى سياسية لتفكيك التظاهرات في بغداد وباقي المدن المنتفضة بوجه نظام المحاصصة الطائفية المصادر أوضحت أن بعض الأحزاب بمعية الميليشيات المؤتمرة بإمرتها شكلت غرفة أطلق عليها اسم خلية تفكيك التظاهرات لإخباد ثورة تشرين وترأس الخلية عدد من القيادات الحزبية والميليشيوية التي عملت خلال الأسابيع الماضية على بلورة خطة واضحة لإنهاء التظاهرات من دون إراقة الدماء كما حدث في العام الماضي ووفقا لمتظاهرين فإن الخطة تضمنت زرع مندسين من الميليشيات تتلخص مهمتهم في الاعتداء على عناصر الأمن الحكومي بقذائف المولوتوف وغيرها للدفع باتجاه إحداث مواجهات واسعة بين المتظاهرين والقوات الحكومية الحديث يدور أيضا حول دفع أحزاب سياسية مبالغ مالية كبيرة لأعداد من البلطجية من حملة الأسلحة البيضاء ومن أرباب السوابق الجرمية وزجهم في صفوف المتظاهرين لإظهار النشطاء وكأنهم أعضاء في عصابات للتسليب وقطع الطرق والاعتداء على المارة وفي ذروة هذه الأحداث لعبت حكومة الكاظمي دور الوسيط المفاوض بين المتظاهرين وأحزاب السلطة وحثت المتظاهرين على الانسحاب وإنهاء الاعتصامات بذريعة تفويت الفرصة على المندسين والمخربين وذلك بدلا من توفيرها الحماية للمتظاهرين واعتقال عناصر الميليشيات الذين تسببوا بأحداث العنف الأخيرة وثم تمنير بأن حكومة الكاظمي التي لم تكشف إلى الآن عن قتلة المتظاهرين لا تختلف عن سابقتها المستقيلة سوى في طريقة قمع التظاهرات فهي اختارت الوقوف مرة أخرى مع الأحزاب من خلال إعلانها الوقوف على الحياد ما بين حق تشرين وباطل أحزاب السلطة الفاسدة اشتركوا في القناة